في أخر تطورات الأوضاع في النيجر أعلنت النيامي أن المجلس العسكرية الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازومة أجاز لجيشي الجارتين بوركينفاسو ومالي التدخل في النيجر في حال تعرضت لعدوان وأعلنت وزارة الخارجية النيجرية في بيان ترحيب وزيرات خارجية بوركينفاسو أوليفا رومبا ونظيرها المالي عبدالله ديوب بقرار المجلس السماحة لقوات الدفاع والامن في بوركينفاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال تنفيذ تدخل عسكري محتمل من قوات تابعة لمجموعة دول غرب أفريقيا ويأتي هذا الإعلان في ختام زيارة وزيري الدولتين لنيامي حيث استقبلهم الجنرال عبدالرحمن التياني